البلاغ للإدارة الضرائب المغربية فهو بلاغ مواضح لأن الاتفاقية الذي وقع المغرب في 25 يونيو 2019 الذي كذلك تم ذكرها في القانون المالية 2019 وتمت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس وزاري القانون المالية تصوت عليها البرلمان وتتناقش في البرلمان حتى البرلماني لا تطرق لتبادل المعلومات البنكية ومحاضر الجلسات كانت في الموقع البرلمان الاتفاقية كينة والذي يريدها نرسلها لي حتى بالملحقات ف باش يتم طمأنة ديال كل مغاربة العالم وأنا منهم خص الحكومة المغربية تصدر بلاغ رسمي وتشرح لنا كيف سيتم تبادل هذه المعلومات البنكية لأن باش نكونوا واضحين كل المعلومات البنكية في المغاربة العالم سيكونوا إشارة المصالح الدرائب من هذه الدول الموقعين الاتفاقية يمكن مصلحة الدرائب في هولندا ستقول شكات في تصريح ضريبة جمال دير ريان ستطلب من مصلحة الدرائب من وزارة المالية أنها بغية تأكد واش ما صرح به جمال دير ريان في تصريح ضريبة ديرو في شهر أفريل يطابق ما جاء في تصريح أم أنه يريد التهرب من دفع الدرائب لأن إدارة الدرائب فهي تابعة على وزارة المالية وكان على وزارة المالية على السي بن شعبون إطمئنا لأنه لا يعقل أنه من 2019 الآن نحن في 2021 والحكومة المغربية لأنه عند مشاكل في التطبيق ديال مسألة ديال تبادل المعلوماتي في شهر شوتنبير القادم و أريد أجل هذا الشيء لسنة 2022 ف أنا لا أدافع عن الذين يتهربون الذين يحصلون على المساعدة الجماعية وهم عندهم الملايين في الحسابات البنكية وعندهم العقارات وتيكريوهم وذلك المبالغ التي تدخل الحساب البنكي عنده في الدولة التي يدير فيها العقارات أنا أتحدث عن حماية المعلومات للمغاربة العالم من طرف المغرب والمعلومات لا يمكنش يوصل لها لما يمكنش عن طريق القضاء ماشي ب ذلك السهولة وعندنا أمثلة واضحة كأن عائلات في بلجيكا أو فرنسا أو هولندا أو ألمانيا أو دول أخرى التي تم الوصول للمعلومات حول الممتلكات في المغرب فإذا كانت هذه المعلومات توصلت لها هذه الدول عن طريق رسمي في يظهر أن حماية مغاربة العالم في خبر كان وذلك الشعارات للمرحبا بكم تستثمروا في بلادكم تبلية أنها بهذه الطريقة هذه ستجعل هذه الناس ميتقوش في الإدارة المغربية